برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة أسدل الستار على منافسات بطولة البحرين الرابعة المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواة التي أقيمت تحت رعاية سموه والتي نظمها الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة على صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وقد شهد سموه منافسات اليوم الأخير من البطولة التي أقيمت خلال النزالات النهائية لمسابقة فنون القتال المختلطة وذلك بحضور رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كاريث براون وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رئيسة لجنة رياضة المرأة باللجنة رئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة سعادة الشيخة حيات بنت عبد العزيز الخليفة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سعادة السيد خالد عبد العزيز الخياط والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي دان زين وايت وأعضائي ومنتسبي الاتحاد البحريني وممثلين عن الاتحاد الدولي وجمهور من محبي وعشاقي رياضة فنون القتال المختلطة وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته الكبيرة بما شهدته منافسات اليوم الأخير من مستوى فني قوي من اللاعبين مشيدا سموه باللاعبين وبالمستوى الذي قدموه طيلة منافسات البطولة والذي أسهم في نجاح هذا الحدث مقدرا سموه جهود الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة برئاسة سعادة السيد خالد عبد العزيز الخياط بتنظيم هذه البطولة التي استطاعت أن تحقق الأهداف المطلوبة في دعم وتطوير الرياضات القتالية التي شهدتها البطولة وتهيئة الأجواء الملائمة للشباب البحريني والخليجي للمشاركة وخوض المنافسات وفق الأنظمة واللوائح الدولية لتلك الألعاب متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للاتحاد في تنفيذ البرامج والفعاليات القدمة التي تحقق المزيد من التطور والارتقاء للرياضات المنطوية تحت مظلته والتقى سموه برئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة السيد كاريث براون والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي السيد دانزين وايت حيث تبادل سموه معهما الحديثة حول ما تمتلكه مملكة البحرين من قدرات كبيرة تؤهلها لاحتضان مختلف البطولات العالمية مؤكدا سموه لهما أن البحرين على استعداد كبير لاحتضان وتنظيم النسخة الخامسة من بطولة العالم للهواة والتي ستقام في نوفمبر القادم وقد حرص سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الاتقاء باللعبين المشاركين في النزالات النهائية للمسابقة واتمنى سموه لهم كل التوفيق في هذه المواجهات وفي ختام المنافسات كرم سموه الجهات الداعمة والمساهمة لبطولة البحرين الرابعة كما وتوج سموه أصحاب المراكز الأولى بالنزالات النهائية لمسابقة فنون القتال المختلطة وبهذه المناسبة تقدم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة سعادة السيد خالد عبد العزيز الخياط تقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على رعاية سموه لهذه البطولة التي سهمت وبشكل واضح في إبراز وإنجاح هذا الحدث وأضاف أن البطولة استطاعت أن تحقق الأهداف التي وضعها الاتحاد في هذه الفعالية التي تتوافق مع رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة الداعمة لتطوير وارتقاء مستوى الرياضات القتالية المنضوية تحت مضلة الاتحاد